اشتركوا في القناة وليوم كنت مستدعي باش تكون مع وفد شقاب الرئيس الجمهوري لا 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 لم يتم مستدعي انا مستدعي لاجتماع النواب وهي السياسية ووزراء ظهر لي برمو اليوم الخمسة متى العشية ورفضت انه كان في ملقاء مع رئيس الجمهورية مكش مستدعي ليو لا لا مستدعي ناش رئيس الجمهورية ظهر لي معنا تم الغاء تأجيل تأجيله بيه قد المعلومة عنه انه في ملقاء مع رئيس الجمهورية في انتظار ان كنتم تخرجوا بموقف بيه عليش استقلت والله هو استقلت هي عدة اسباب هي فكرة الاستقالة موجودة من قبل لما لكن اللي يكمل معناها خلاني ممكن ناخد القرار بارح هو مسألة قضية لطفي نقذ وقضية لطفي نقذ مش من باب مسألة القضاء ولا الحكم في حد ذاته ولا في علاقة بحركة النهضة لا سيب لوان دوساء وعندي منقول في الموضع هذه اما لكن اساسا هو اداء نيدا تونس في ما يخص ملف لطفي نقذ والاهمال اللي صار من قبل حركة نيدا تونس لملف لطفي نقذ وعدم الاهتمام واعطاء الاهمية الكافية لهذا الملف وخاصة في الدفاع عليه نعرفه جيدا القضية عندها اربع سنوات تم بداية العمل لليها من قبل مجموعة من المحامين بعد تالي مجموعة تخلات ما كانش فما متابعة ما كانش فما عملية معناها وضع استراتيجية واضحة للدفاع على الشهيدة ذا اللي هو ركيز من ركائز معناها حركة نيدا تونس واحنا في حركة نيدا تونس كنا نعتبروه الرجل ذاكي كيمات معناها شهيد للمسار الديمقراطي وشهيد لأعمال العنف وللمسار متاع العنف اللي كان في الوقت هذاك وليتعرضو نيدا تونس من قبل روابط حماية الثورة سواء في تطاوين سواء في جربة سواء في المظاهرات اللي كنا نخرجوا فيها في الشارع ولذلك انا اعتبر أنه فمت تقصير كبير وأنه ما تمش التعاطي بجدية مع الملف هذاك وهذاك داخل من عدم وجود مؤسسات دونك سمحني سي عبدالز القطي أنت تستقيل لأنك تتحمل المسئولية نعم نعم في جزء كبير أتحمل المسئولية كما تتحمل العديد من الأطراف اللي موجودة أما لكن أنا ما عادش النجم نكمل في هالغلط اللي احنا مشيين فيه إلى ما لا نهاية اليوم ما عادنا ولو مع العلم أنه أنا ما زلت متمسك بأنه نيدا تونس قام بيدور تاريخي وكان معناها دور ومحوري ولو كان مش نيدا تونس روى ممكن كنا في مسار آخر نيدا تونس خلق التوازن السياسي نيدا تونس أعطاه للبلاد هذية الشهيد لطفي نقض من أجل أنه يكون عندنا معناها مسار ضد العنف وانقضنا البلاد من العنف وكان عندنا دور في تغيير الدستور وكان عندنا دور أين كنت بالأمس عبدالز القطية شنو لي منعك نعم وأنت كنت تسقيك في الركاب في الحزب في الحزب في الحزب موجود كنت لا لا سمحني سمحني مقرب من دوائر القرار وفي الحزب وفي القصر وفي الحكومة وفي كذلك أنا كنت نعطي في رأيي كنت نعطي في رأيي داخل هالدوائر هذه وكنا نحاول أن نصنعه لماذا لم تجعل قضية تطفي نقض قضيتك الأولى اليوم هل أنها استقالة ندم لا لا مش ندم هي استقالة كما قلوا أنه فما كوميل نطع عديد حالات الإهمال أنه اليوم ندى تونس بعد انتخابات وكما قلت قام بيدوروا على كما يجب قبل الانتخابات بعد الانتخابات تخنى في مهاترات وتخنى في عمل معناها غير مجدي وارتجالية كبيرة وعرك على المواقع وعرك معناها بحسابات ضيقة اللي خلانا أولا قبل كل شيء ما نقوموش بدورنا تجاه ناخبين لأنه رأى ندى تونس ما هوش المجموعة اللي موجودة في القيادة ولا الناس اللي هم قاعدين طلعوا في البلاتوات أنا وغيري وغيري لا ندى تونس رأى موجود في وجدان مئات الآلاف من الناس ندى تونس هو مشروع يحمله العديد ومئات الآلاف كما قلت لك أما لكن اليوم حتى إذا كان ينخرج من ندى تونس رأى سأبقى أنتمين لهذه المجموعة وللناس لذوما الكل لأنه ندى تونس وفي الانتخابات فمع بعد ما نعرفوهمش خدموا وجراوا وعطاوا معناها الثقة في ندى تونس وأقنعوا ناس أخرين وأنا كنت موجود في المجموعة هذية اللي هي كان لماذا لم تجعل قضية تطفي نقذ قضيتك الأولى شوف شوف تكلمنا مش أنا منيش عنديش عصصة صحرية ولا أنا هو الفاعل الأول في الحزب كانت فمت يتكلموا على قضية لطفي نقذ أما لكن في أنعدام المؤسسات وفي دخول هالمشاحنات والتجاذبات داخل الحزب والعمل على كسب هالقيادة هذية باش يتم التحكم في الحزب من داخلها خل العديد من القضايا مش كان لطفي نقذ فما برشا حاجة أخرين فما مصلحة البلاد فما الحكومة ودور حزب ندى تونس كحزب أغلبي وكحزب نجاح في الانتخابات والناس أعطته الثقة أنه يقوم بدوره على أحسن وجه أنا حاولت وكنت نتكلم في مجلس نواب الشعب وأشتغل في الدائرة متاعي وعندي مواقف اللي في بعض الأحيان ما هيش مواقف بعض اللي موجودين في الحزب أنا كنت النطق الرسمي من طالح الحزب وأديت واجبي وتكلمت على الحزب ودفعت عليه وكذلك اتكلمت داخل الحزب من أجل أنهم صلحوا من أجل أنهم بدلوا من أجل أنهم نلقاوا الحلول ولكن لم أفلح كما برشا ناس سعاد عزيز القطي أنت النائب المستقيل الآن من نيداء تونس ومن قطلة نيداء تونس هل هي استقالة دون رجع اي أنا أعتبر أنه استقالة أنا عملتها عن قناعة دون رجع وراه أشوف أنا استقالتي من نيداء تونس لو مش معناها بالسهل أنا نيداء تونس أنا أسست نيداء تونس وعندي فيه مش حجرة عندي فيه بيت بلاي عودة أنا أتمنى أنه نيداء تونس بي أنا ولا بلاي خليني أنا نعرف بلاي عودة أنا أتمنى أنه نيداء تونس بخروجي لعلى أنا نساهم باش ناس ومواد فيق هم تلا تقابلوا قابلوا تفهموا أنه مش يعملوا مؤتمر تأسيسي يعملوا رأوا نيداء تونس وانتقى محسن مرزوق وارضة بالحاش في منطقة في بلادي معناها كانت سبب في المصالحة بيمزوزوا من الناس وتقابلوا نفسورة ممتاز جدا ممتاز جدا إذا كانوا هذا الكل تشوفوا أنت تحل المشكلة متع نيداء تونس مبروك لا لا مش المشكلة هناك اليوم تقارب بعد يوم نقزت من الفلوك لا لا ما عادش نجم نكمل نهارت اللي ولي فما تقارب جدي ونهارت اللي الناس هذية تنجم تقعد على طاولة الحوار مع بعضها وتلقى حل مشترك والناس اللي كانت سبب في الأزمة وانا ممكن كنت واحد منهم ينزمها تبعد وتخلي المكان الناس تنجم تلقى حل اللي هو حل متواصل وجدي من غير الحسابات الضيقة امتع عاتيني اليوم نعدي الموجة وبعد طاوة أنا نستنى فيك في الدورة واللي هي صارت برشا مرات وقت طاوة أنا عندك برشا تفكر في الاستقالة مدة عندي مدة أداة المدة والله عندي مدة نظرا للأداة فما رداء راو على مستوى الأداة راو اليوم من نيداء تونس اللي ناس تنتظر باش معناها يعطي مخترحات أنه يعطي أفكار أنا مذبير نحكيه على على فكرة نحكيه على موضوع نحكيه على حاجة تهم بالدنس يزي كل مرة نجيه للبلاتوات باش نحكيه تعارك فلان مع فلان واليوم مش نعملو كذا والأنقاذ يا أخوي احنا مع الأنقاذ وأنا مع هذائي الكل وأوسان ذلك وراه نيداء تونس موجود في وجدان المئات من الآلاف أنقذوا نيداء تونس وأنا راني لبرة متابع نيداء تونس وما نيش قيادة في نيداء تونس وكي توقذوتو نرجع لا ما نرجعش لا ما نرجعش عليش يزمني نرجع ما نكون ما نرجعش علي وين شكون ميل وين تاوا وين تاوا يكتب تاوا نقول أنا وقت اللي خرجت من المؤتمر من الجمهورية قعدت خمسة شهور مستقل نهارتي لتكون نيداء تونس وقت اللي هو حزب مازال شوف ينجح مين جح ولا تخلت نيداء تونس لأنه عندي قناعاتي والحمد لله وصلنا اليوم إلى النتيجة وساهمت في هذه النتيجة واليوم بعد ما اخرجتم المؤتمر خمسة شهور ريد انه نيداء تونس عنده مؤشرة النجاح بشيت نيداء تونس لا وقت ما فلي مش عندوش مؤشرة النجاح لم تكونا ابget القيد لا لا احنا وقتها طبعنا التوجه انت جيت بعد مؤتمر المستير او بعد اجتماع المستير لا لا جيت بعد نيداء الوطن اللي صار في ايه في المستير بعد المستير جيت بعد ما تكون نيداء تونس بيش هر بيش هر انت جيت بعد المستير ايه طبعا طبعا ريت تتحرك في المستير وقتها بيش هر لانه كان ذاك التوجهة مش تحرك خطر قلت يا ذوما بديم تلمدوا دونك هذا مش حز مش ينجح انا جيت لأفكار وانا كنت مندافع على قضايا كبرى وقت اللي برشة ناس ما كانش تتكلم وانت تعرف ذلك جيد انسيبه بكر وانا كنت من المدافعين على الدستور متاع بلادنا لانه كنت انا وقت راني نائب في المجلس التأسيسي ما جيتش معناها هكاكة واحدة جيت نائب وجيت عندي كلمتي وعندي مواقفي ومثلت نداة تونس في المجلس التأسيسي خير احسن تمثيل وكنت من مهندسين امتاع اتصام الرحيل ودافعت على قانون الاقصى ودافعت على الدستور التوزي باش تبدل هذالكله انا عملته من اجل البلاد بعد انه نداة تونس ربح في الانتخابات حاجة ممتازة جدا وذلك كنا ننتظروه لانه بالنسبة لنا توقيت كان جيت وزير فلاحة تستقيل اليوم انا منيش وزير فلاحة كان جيت وزير فلاحة ومنيش وزير فلاحة كان جيت وزير فلاحة سمعني سمعني موضوع اخر انا راني ما استقلتش انا ما استقلتش على خطر اني وزير هذا واحد من المواضيع لا 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 ما هواش واحد من المواضيع بعيدا كل البعد على ذلك انا نداة تونس بالنسبة لي هو بيتي وأنا فيه سواء نائب سواء مش نائب سواء مناظل أنا انتميت نادي تونس وقالتك سأبقى أنتمي إلهاتي العائلة حتى كاني البرى منها أما لكن مسألت وزير مش وزير هذه أمور فما خيارات وفما توجهات صارت كان عايتوني باش كنت وزير مرحبا أنا مش نعاون ومش نكون والوزراء اللي موجودين ما هو مش خير مني هذه حاجة وأنا مناظل من الأيام الأولى في نداة تونس وأنا خدمت نداة تونس وعطيت للبلاد هذه وعندي ما نقدم مني شو زير أنا أنا نائب وبالعكس أنا في الوضع اللي يشوف فيه اليوم أمتالي حكومة ورقاة صاير نائب خير لأني خراحتي واليوم أخليت الاستقلالية متحرر جدا